رفع لافتة كتب عليها إسرائيل قاتلة تحدث بصوت جهوري قائلا لن يغفر لكم الله ولن يسامحكم التاريخ على ما تفعلونه ثم هوى على الأرض مغشيا عليه هذه الكلمات كانت آخر ما تحدث به حسن بيتماز النائب في البرلمان التركي عن حزب السعادة عقب إنهاء إحاطته أمام أعضاء المجلس اعتلى الرجل منصة المجلس ولم يكن يدري أنها ستكون كلماته الأخيرة فألقى كلمة خصصها للدفاع عن فلسطين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة لكنه حالما لفظ الكلمة الأخيرة من خطابه سقط على الأرض دون حرك زملائه في البرلمان سارعوا لنجدته وقدم أحد الأطباء الموجودين في الجلسة الإسعافات الأولية ليجري نقله للمستشفى حيث فارق الحياة في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات أنقرة إسرائيل غزة يأتي في كل بومبه قطقنز بار همن شمد كرشكش برادمات تركيا أنجلكتش تاريخ سسة حقيقة سسميجاك تاريخ غزابنان كورتلسانز الله غزابنان كورتلاميجاكسنز خبر وفاة النائب البرلماني أعلنه وزير الصحة فخر الدين قوجة قائلا إن حسن بيتماز نائب رئيس حزب السعادة الذي أغمي عليه خلال كلمته أمام الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا قد توفي أما جثمان بيتماز فقد سجي لبرهة في مبنى البرلمان متوشحا بالعلمين التركي والفلسطيني تكريما لموقفه الدعم للقضية الفلسطينية قبل تشييعه في موكب رسمي بساحة البرلمان التركي بحضور رؤساء الأحزاب السياسية والممثلة في البرلمان أو الممثلة في البرلمان والنواب بطبيعة الحال فإن وفاة النائب التركي بهذه الطريقة التي وصف كثير بالمشرفة أثارت تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي هنا على سبيل المثال كتب الناشط هانيز رحمه الله مات على موقف الرجال أما جمان بدر فعلقت بالقول فاضت روحه وهو ينطق بالحق سيد حمزة علق وقال على مثل هذا فليمت الرجال وبتغريدة الناشطة شيرين عرف نختة قصتنا إذ قالت تخيل أن تكون داخل بلدك وبين أهلك وفي مكان عملك ويقدر الله لك أن تموت دفاعا عن قضية فلسطين بل ويشهد العالم كله لحظة موتك ترجمة نانسي قنقر